نمو اقتصادي بنسبة 40% واستثمار يصل إلى 50 مليار دولار تحدث رئيس الوزراء الأوكراني أليكسي هانشاروك عن خطط حكومته على مدار خمسة أعوام مقبلة من خلال عرض برنامج العمل الحكومي أعلن هانشاروك عن قوانين جديدة وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرا تتعلق على سبيل المثال بسوق ألعاب ينصيب واسعة الانتشار في البلاد وسوق تصدير العنبر الفكرة الرئيسية هي تجريم التصدير غير المشروع للعنبر من أوكرانيا وحظر تصدير العنبر الخام لتبسيط إجراءات الحصول على وثائق الأراضي المتضررة يجب أن تكون عمليات التصدير مبنية على أسس استثمارية بعد الحصول على وثائق رسمية من الدولة وبعد دفع الضرائب وتوظيف العمال